كنت لما بامشي واشوف مناطق ظروفها صعبة كنت بحلم بحلم ان ده يتغير كنت اقول لو انا معايا اموال خاصة بي يا رب انا هغير الكلام يعني 100 مليار يبقى كفاية ولا لا فكان اللي يسمعني يقول لي انت بتحلم ولو معاك الفلوس دي مش هتعمل كده عارفين حضراتكم يعني انا كمواطنة ومواطنين كتير اكتر حاجة بجد تسعيدني لما بشوفها وبتابعها وبشوف الانجاز هو تطوير العشويات او القضاء على العشويات لانه بحس ايه بحس انه يعني كانت حاجة الحقيقة بتقلل من سورة مصر الحضرية وبحس انه على اطراف القاهرة وداخل القاهرة عندك اماكن انت مش عارف الناس دي عايشة ازاي بتفكر ازاي بتحلم ولا ما بتحلمش اوضاعها عاملة ازاي اوضاعها اولا الاجتماعية الحياتية التعليمية اكلهم شربهم فكرهم الاجيال اللي طلعة من جوة دول بيفكروا الايه معاك يعني في الدولة وفي خطتك في المستقبل ولا هما في دنيا تانية وحفكركم لما كنا بنشوف عدد من المخرجين كانوا بيكسلوا وانا بعتبروا تكسير انه كسل كانوا بيكسلوا بدل ما يقدموا حاجات علشان تصلح من شأن العشويات اللي كانت موجودة كانت العشويات هي اللي بتقضي على الدراما والفن هي اللي بتشدهم فيتشدوا ليها فينقلوا اللي موجود وبعدين ما فيش حل طب انت بتنقلي اللي موجود طب خدتني فين وبالتالي لما نقلوا العشويات وجيتوا حضراتكم اتضيقتوا من الغنى اللي كان بيطلع مش عارفين ايه الغنى ده الناس دي بتغني كده ازاي وايه الالفاظ دي وايه الحياة دي مين دول وليه كده وهل دول يعني حد بص لهم الناس تعودت تاخد المية بالبلطجة تعودت انها تدور على صرف صحي بالعافية اطفال ما بتتعلمش رجال ربما مايشتغلوش الستات بتشتغل وبترجع محدش عارف نسبة السرقة ونسبة المخدرات ونسبة حاجات بؤر كثيرة جدا لكن اعتقد ان الدولة ما تكسفتش وقررت تدخل وتشوف ايه اللي بيحصل في العشويات ودي النتيجة دي الصورة اللي انتو شفتوها لما نعرف انه الرقم ان انت قدرت ان انت تنتهي من تطوير 312 منطقة عشوائية من اجمالي 357 يعني انت خلصت 312 بقيلك 45 يبقى تعرف ان انت على الطريق انا شخصيا كده كمواطنة لا ابسط وارتاح واحس ان فيه امل وان الناس دي من حقها انها تعيش وانها تنجح وانها تطلع وان ولادهم يروحوا المدرسة وان الست تلاقي شغلة تشتغلها والولاد دي بقى من حقهم يلعبوا في جنينة ويتعلموا وتلاقي مثلا ورشة تشتغل فيها واللغة اللي بيتكلموا بيها او اللهجة اللي بيتكلموا بيها كمان يبقى فيها انتقاء ويبقى فيه مدرسة يبقى فيه صحة تبقى حالة تانية خليني اكمل كلام بتفصيل اكتر مع ضيفي المهندس خالد صديق رئيس مجلس ادارة صندوق تنمية حضرية مساء الخير يا فرمان مساء الخير يعني انا سعيدة بحضرتك قضيف وسعيدة بانه بعد مرور ثمان سنوات مع تقلد السيد الرئيس يعني مهام رئيس الجمهورية انه هو طول الوقت كان مهموم وقلقان من هذه العشويات يمكن كان التكليف الرسمي لسيات الرئيس في منتصف 2016 ممكن بعد سنتين من تولي سياتو وكان طبعا اشتغلنا كان فيه شغل قبل 2016 بس كان فيه تكليف بقى اللي هو القطعي القضاء على العشويات الغير امنة نهائيا بعد في حدود 2020 فكان لازم نعمل خريطة قومية الخريطة دي توضح المشكلة فين ما انا مش اصلح حاجة ولا نقدر نحط اي حلول من غير ما نعرف المشكلة فين فعملنا مشكلة بتاعتنا كان عندنا تصنيفات للعشوائيات عملنا التصنيفات عندنا التصنيفات عشوائات غير امنة غير مخططة اسواق عشوائية اخترهم الغير امنة اللي سياتو ترسل دينا تكريف بيها لانها غير امنة على حياة الناس على صحتهم على مالهم بنا ادم عايش في لا امان فلاقينا ان فيه عندنا 357 منطقة بـ 246000 واحدة يعني حوالي مليون ونص انسان عايشين في عدم امان في درجات المختلفة على صحته على ماله وعلى حياته وبيخرج اجيال برضو شبه وزيه يعني للأسف بالنفس البيئة اللي هو عايش فيه للأسف البيئة دي كانت بتفرز حاجات كتير جدا منها من يدمر البلد دي يعني كان يده تطال بلده لانه حاسس مش هعرف اقول عنده حق لو عندهش حق بس هو محدش هتم بيه محدش بصله يمكن ما سات الرئيس قال الشعب لم يجد من يحنو عليه كلمة قالها سات الرئيس لكن لما جه وطبقها فعلا هو ده التطبيق الحنان هنا مش واحد يططع على حد اللي هو الدلع اللي ماليوش لازمة لأ الحنان هنا اجيب لك مأكل وملبس ومأوى كل دول يتوفر بكرامة وحضرتك بتتكلم برضو فالدخول أيضا يعني إلى قرى وإلى ناس يعني يعني الصورة بجد بتتغير بشكل كبير جدا يعني تحس انه يعني كنا في حال وأصبحنا في حال نحن الدولة كلها بتتعاون يعني مثلا عندنا الموضوع مرسوم رسمة مدروسة قوي عشان الناس تكرر ان احنا نشغل هاية المجتوعات المرانية بتعمل المدن الجديدة والعمران الجديد في مصر ونكحة فيه طبعا وعمل مدن وحاجات على أعلى مستوى يعني حاجات عالمية مش بنبص هنا بقول يا ريت نزي بلا احنا بقنا أحسن من بره وبقيت الناس تنتقدنا في ان احنا بقنا أحسن من بره بقى النقد دلوقتي هوا انتوا قادرين على احنا عندنا الطاقة نعمل هوا انتوا كنت لقوا بتعيبوا على البلد لما بتبقى أقل من بره طيب الجزء الثاني وزارة التنمية محلية شغلة في قطاع بتاع حياة كريمة في الريف والقرى احنا كسندوق الجزء الثالث اللي هو شغلين الحضر المدن شغلين في المدن بنطور المدن مسؤولين عن تطوير وتنمية المدن قائمة تلت اتجاهات يعني هنا مثلا الصورة ده الاسكان البديل ده اسكان بديل اه الناس وعلى فكرة مشكلتنا كبيرة قوي كل ما نعمل مشروع ويطلع الشيك قوي حلو قوي قمة الإشاعات بتطلع ده هيستخسروا فينا ده هيدول ده مش هيسكنونا هنا مش هسكنونا هنا يعني مثلا هنا الناس اللي سكن دول برضو انتقلوا من عشوائيات وسكنوا هنا ده مشروع حداي اكتوبر اللي سكن فيه الناس اللي كانوا في نازل السمان سن العجوز ده حداي اكتوبر حداي اكتوبر اه الناس 2500 أسرة وسكنين فيه دلوقتي وحاجة بديعة عشان حياة كاملة يعني حياة كاملة عشان بس بتطلع بعد مكتش بتصدق وخلينا نقول حياة الناس كانت ودي مجرى العيون مثلا يعني الناس مكتش مصدقة زي ما حضرتك قلت ده مجرى العيون عشان بس نبقى وضحين فيها شايف ان هو بسيط وكان عايش يعني في حاجة صعبة وفاجأة بقى عنده شقة وبيت وخضرة وملعب فحاسس يعني ما عندوش أمن يقولك لا ده هيستخسروا فيه مجرى العيون هنا ده مشروع احنا فضينا للمكان كمكان صناعة للجلود والدباغة والحد كده ونقلنا الناس لما عملنا المصانع خيرناهم تحبوا تروح وين قالوا احنا اقرب ما يكون من المصانع الجديدة بتاعتنا احنا مش هنسافر ليها فاشتنالهم وحدات فتحول المشروع ده المشروع الاستثماري في المنطقة دي كمان شايفة كمان حتى العمرات مختلفة يعني مش كل المشروعات شكل واحد يعني هنا فيه شكل مختلف وده حاجة لطيفة هنا بقى موضوع مش اختلاف عشوائي كمان لا ده الاختلاف هنا احنا بنبني فين في قلب القاهرات التاريخية الاسلامية ايه بلا لده شكله تاريخي شكل اسلامي تنتم تديله احساس برضو زي رابط للسيدة لما بنجل شغل في حلايا بوشالتين اهالي حلايا بوشالتين ما بسكنوش في امارات بسكنو في البيت القابل ده اللي هو الحواش والأبب ده درجة احنا نشغل ايه هناك فعملنا الحوش وعملنا ما بينينا عملنا حاجة في التصميم احنا ليجا نعمل خطة التنفيذ بنعمل خطة تشمل حياة الناس دي ايه سوكياتهم ايه غلطنا غلطة كبيرة جدا اننا عاملين باب دورة المية جوه في الصالة اللي جوه نيه طلع الناس دي لا يمكن يقعد في البيت وباب دورة المية مفتوحة صالة البيت الباب دورة المية يفتح الحوش اللي برا فانت هنا بتدرس عديته والتقاليد وهو الحبي اه نغلطنا في الحتة دي وعدلنا من نفسنا عدلتوها وده شيء جايد برضو لانه مش كل الفئات شبه بعض ده مسلس مسبيرو مسبيرو ده العمل شغال عليه يعني احنا والناس بتنتقدنا تقول ايه الحائط الصد اللي انتم عاملوه ده الحقيقة الناس تنتقدكو جدا بس حيما يشوفوا بقى في الاخر يعني الحائط الصد ده المعمول عشان يعمل عدد الوحدات الاهليين اللي عايز ترجع الفكرة هنا في مسلس مسبيرو ده وسط البلد الخدوية بس هنا العمارة خرجت الناس مش حاسة من الطابعة الخدوية شوية عشان الارتفاعات كبيرة شوية الحاجات الخدوية مش كبيرة بس هو احنا مضطرين نعمل الارتفاعات دي عشان ترجع الاهلي عشان نرجع الاهلي ما حنا لازم نوفوا بوعدنا عشان عندنا 915 أسر هتوصل 900 حاجات نتين أسر بعد التظلمات عايزين ترجعوا هنا طب أنا عرفت أنه حيبقى يعني الانتهاء من تطوير كل العشوائيات نهاية العام الحالي ده حقيقي هو يعني كده يكون انتهينا خلاص فعلا 357 كلهم انتهوا فاضل الجزء اللي هو 26 منطقة من 357 دول أملاك خاصة وإحنا بنشغرهم التمكين من التطوير اللي هي نظرية التمكين من التطوير إننا أحقق له لخص إزالة لخص هدم وبناء وعمل له التصميمات ونجحنا في الحاجات دي في 26 ألف وحدة عملناهم ودول بقية الأملاك الخاصة اللي أنا مقدرش كدولة أدخل فيهم بنظام اللي هو يعني أنا هصرف على أملاك خاصة فهو أرضي ملكه إيه إنت جاي تاخد أرضي لأ أنا أساعدك عشان ترجع تبني عليها من تاني طيب إحنا بنشوف دلوقتي دي الأصمرات أعتقد دي الأصمرات يعني الأصمرات ناس كتير لما الأصمرات كانت من المشاريع اللي كانت في البداية فكانت الناس تقول لك طيب أنا كنت عايش في العشوائيات وديني هناك من كتر ما شفوها قد إيه جميلة وفرقة حياة الناس الناس كانت لأوه مش مصدقة أنهما يعني مجتمع الأصمرات ده مجتمع متكامل مدينة هي مدينة فيها كل خدمتها يعني الإنسان اللي عايش فيها ووظيفته اتخلقت جوه الأصمرات ممكن مخلوقش منها يخرجوا رفين النادي موجود الملاعب موجودة الملاعب هي كنا لسه شايفينها كل حاجة موجودة حتى المرأة احنا وظفنا أكثر من 2800-3200 أنا عارفة عملته زي مصانع تريكون نس اشتغلت وسجات حرير وسجات صوف وده هجات تصدير كلها لما تجي سأل على العصار بيصدروا بكام لأداء وأرقام وإحنا الناس تعلمت هناك من السفر يتعلموا مدارس المدارس بولادنا بقى هناك ملاعبة هي سلوكيات الناس هناك اختلفت تماما طموحات مختلفة سقف وطموحه مختلف أولا إحساسه بالجمال يعني لما أنت بتربي يعني أي شخص أي مواطن في بيئة نظيفة وفيها قدر من الجمال حتى هو شايف الكنيسة والجوامع ويعني كل الأشياء موجودة فلما بتربيه في بيئة يعني صحيحة بيطلع هو كمان صحيح أولادنا بطلة العالم كيك بوكسنج السنة اللي فاتت من بناتنا في الأصمرات خدت السنادي الفضية برضو وخدت ذهبية العرب أولادنا خدوا بطولة الجمهورية والقاهرة في التايكوند ويكونوا غفوه أولادنا اللي جدانهم يستسنع عشان حق يخشوا البطولة دي وهما ساكني الأصمرات ولنا ابننا من أول السنوال العامة في الأصمرات الولد ده برضو يعني أمه ست فضيلة جدا شوف الولد ده بقى اتنقلت حياته بقى الأول وشوف حيبقه ممكن ربما يبقى عالم في المستقبل طب أولت حاجة الولد دخل طب وكان بيشتغل عامل أمن في أحد البنوك وهو بيدرس وطلع من الفقومة دخل طب أولادنا عندهم طاقات والله العظيم أولادنا في المشروعاتنا دي عندهم طاقات وما دهب دهب بس ما حد شافوا من الطراب اللي عليه أول ما تشير الطراب اللي عليه والله والله أولادنا هنا اللي هيطلع منهم اللي بيبنوا مصر بكرة هما دول فعلا طبعا هما دول اللي بيشقوا الصخر وبيحاولوا يكتاهدوا أنا عايزة برضو وإحنا بنتفرج على يعني البيوت والمشاريع وإزاي أهلينا بيتم تكرمهم هل في بقى متابعة يعني في متابعة للأهالي متابعة اللي بيجري لأنه زمان زمان لما كادت بتبني زي ما بيقولوا الإسكان المتوسط ما كانش بيتم فيه متابعة وتحول لعشويات زي الزلزال والإيواء العاجل والحاجات دي يعني مجرد حيطان يعودوا فيها وخلاص إحنا بنبني خططنا على إزاي الالسدامة وإزاي إن إحنا نحافظ على مشروعاتنا لبكرة يعني مثلا إحنا عندنا في لازم يكون في كل مشروع لازم في عقد عقد حاكم ما بيننا وما بين المستفيد العقد ده الدولة عليها اشتراطات قامت بيها وعملت لك مجتمع سكني متكامل من كله أي حاجة طالبها مننا هنعملها لك أنت عليك التزام بإيه بقى ما تغيرش في الشكل المعماري والإنشائي ما تكسرش في عمود ولا تكسر في حيطة ولا تفتح شباك ولا أنت الشقة دي زي ما هي معمولة استفيد بيها لأننا عملنا على الأعلى مستوى من الدراسات ما تفتحش محل ما تغرش النشاط تفتح قهوة أين أنت بتزي المجتمع اللي أنت عايش فيه يعني اللي هو ما فيش حاجة بقى اللي هي بالبركة وبوافق اللي يتكت بص ما فيش حاجة اسمها أصلي معلش والنبي يسيبهم أنا اللي هسيبه ده أصلي معلش دي تؤدينا بحيطة تانية اللي هسيبه ده هيئذي المجتمع كله اللي حواليه لو واحد فتح قهوة مثلا أو فتح محل فيه تحت بيئذي جيران ويئذي المجتمع اللي حواليه لا دي بقى الآن الغلط لا لازم نلتزم كلنا في قوانين بتلزمنا ممكن تتصل إلى حد سحب الوحدة منه الحاجة التانية كل مشروع لازم يكون ليه إدارة بتودير هذا المشروع مدير المشروع أو رئيس حي بيدير المشروع والله أنا عايزة المحافظين يغيروا منكم محافظين بقى الأحياء العادية عندهم من الغيرة ويتابعوا أحياءهم بهذه الدقة يعني أحياناً دلوقتي بتلاقي أحياء عريقة وبيتحطى قهوة ويئه تعمل معرفش إيه ويئه جراش يعني نفسي إن هم يغيروا شوية من هذه المشروعات يعني همهم من صدر محافظين كتير والله بجد يعني مش تحيوزاً لهم بس هم فعلاً عندهم همهم كتير جداً ومهام كتير والسلوكيات الناس برضو لكن هم فعلاً اللي بنعمل ده كله بمساعدة معهم يعني برضو شوية غيرة يعني نشوف برضو يعني شوية غيرة طيب أنا عندي حاجات أحب بس يعني مثلاً فيه رقم هنا بيقول إن فيه في مصر 152 ألف فدان مناطق غير مخططة بتمثل حوالي 37% من العمران ده الشيق التاني بقى من الغير آمن يعني طبعاً الشيق التاني مخطط طبعاً الغير آمن ده احنا كفتورته كانت 40 مليار جنيه صرفنا 40 مليار جنيه على الشيق الأوني بتاع الغير آمن ده طيب الحاجة التانية بقى من العشوائيات الغير آمن العشوائيات اللي هي الغير مخططة إحنا بنقول احنا عندنا 227 مدينة احنا طبعاً كصندوق معني بلحضر والمدن مساحيتهم 417 ألف فدان منهم 152 ألف و60 ألف فدان غير مخطط يعني إيه غير مخطط الشيء ناسة بعرفة ما فيهوش مية صرف الصحي كهرباء طرق أو فيه بس الكسافات السكنية أعلى من الطاقة الاستعابية لهذه الشبكات فبالتالي الدنيا مش مظبوطة مش مظبوطة مستوى الحياة أقل من احتياجات الناس فننتدخل هنا لرفع مستوى المعيشة والشبكات والحياة هنا في المكان بنعمل شبكات مية صرف الصحي كهرباء طرق أرصفة إنارة شبكات حريق محاور طرق بنفتحها عشان العرباء تتحرك لأن فيه بعض الأماكن ممكن لوحد مريض بيشلوه عشان يطلعوا برا لعربية الإسعاف أو عربية مطافي مدرش يدخل جوه وبنعمل شبكات حريق جوه فالكلام ده تكلفت فطورته كام طبعا الفطورة دي بكلمة بسعر فطورته أعلى من أنك تبنيها من أقوله جديد من أنت بتصلح هي 318 مليار جنيه الفطورة بتاعته بس هنا عايش كام إنسان حوالي من 20 إلى 22 مليون إنسان عدد كبير عدد كبير يعني بنتكلم في حدود يعني حوالي 5 مليون واحدة سكنية تبتكلم في عدد دول جنبية أو أكتر فهنا صعب أن يحنا نبقى كله إحلال بناء جديد فيه بعض الأجزاء نعمل لها بناء جديد في المرحلة جيدة بتاعتها تطوير عاصم حصد المدر الكبرى وفيه بعض الحاجات بتعمل لها خطة نعمل لها خطة طيب أنا عايزة تكلم كمان عن حاجة مهمة وهي الأسواق يعني إحنا شفنا ده الشقة الثالث بقى بتاعنا وده مهم جدا أنه بدأ يبقى فيه تطوير للأسواق ويبقى لها شكل ويبقى لها أيضا مكان ما تبقاش الدنيا خيصة يعني لوهو أي حد حب يعمل في أي شارع سوء يبقى هو ده السوء فأعتقد دي أيضا تجربة يعني لما يبقى فيه تطوير لرقم 30 سوء بإجمالي 1150 سوء يعني برضو تعدد كبير إحنا يعني طبعا إحنا قلنا فاتورة الغير مخططة 312 مليار عملنا 4000 فدان وشغلنا في 10000 فدان الأسواق بقى الأسواق دي إحنا عندنا على وسط الدولة 1150 سوء عشوائي ب30611 طبعا اليوم تصنيف زمني وتصنيف استخدام تصنيف الزمن يعني إيه سوق يومي سوق اسبوعي سوق سنوي طيب هم هم نفس الأسواق اليوم تصنيف استخدام هل هو حرفي مهني غزائي تجاري مختلط برضو نفسه هو نفس العدد بس متصنيف تصنيف آخر وعندنا تعداد جميع الأسواق الموجودة على مستوى الدولة يعني مثلا الشرقية 55 سوء قاهرة 134 سوء جهزة 82 أعتقد التطوير هنا كمان يعني التطوير هنا صعب كمان لأن انت مش بس بتدخل مكان ما فيوش حد انت فينا يا سوفيا عداية وتقاليد وفيه يقول لك ده أكل عيش يا بي ودي حكتي ودي بضعتي ودي ناسي وعائلات وقبائل يعني انت عايز بزل مجهود على الأرض كمان كبير المشكلة مش هنا كمان يعني اللي هو اللي فاتح السوق أو اللي عمل كده في المستهلك اللي بيدور على السلعة في المكان ده إذا أنا ما عملتش السوق درسته كويس وبنيت السوق أقرب ما يكون من المكان العشوائي الموجود في السوق ده هيدخل السوق تاني لمكان احتياج الناس لازم أخلق في نفس المربع أو أن أنا لو عملت السوق لازم أكون له يعني محاور طرق تدخل عليه ومصلات توصله لازم أسهل على الناس كل حاجة مثلا فيه كان الأول اللي عاملين إيه سوق في أي حتة هبنعمل سوقه خلاص مهجور طبعا لحد شيروح هيروح مين هيروح له المستهلك مشاركة بموصلات عشان يروح يجيب السلعة دين هناك طبعا فأنت لازم تقرب للسوق اللي كان موجود فإحنا دي فطورتها لوحدها 44 مليار جنيه الموضوع الأسواق ده برضو ورؤية 20-30 دي برضو الشقة التالت ده كل ده التلات حاجات ده كانوا بتحتي إيه مظلت لما كنا صندوق تطوير مناطق عشوائية طب دلوقتي احنا بقنا صندوق تنمية الحضارية عندنا قضايا تانية ده بتاع كلام ده بنتكلم فيه يعني 40 مليار و44 مليار احنا بنتكلم بقى في الخطة بتاع التنمية الحضارية دلوقتي اللي هي هتوصل ل900 مليار عندنا مشروعات تكلفات من سيادة الرئيس ب900 مليار والناس تقول اه ده كلام لا مش كلام ده احنا شغالين فيها والمدن الكبرى في العجلة بس اللي هي 108 ألف وحدة في العجلة 56% في شهور قليلة بتاع بيدعويننا فيها 56% من العدد من العدد من اجمالي تنفيذ المشروع اللي هو مبدئين مع بعض اللي هم 35 مشروع في 13 محافظة مع بعض وفي وقت واحد وبيعويننا في الهياة نسيها خطوة مسلحة بإداراتها كلها كل إدارات مسكة مجموعة من المشروعات وصلنا نسبة تنفيذ 56% وتكلفة المرحلة العجلة بس لوحدها 120 مليار جنيه هل بنتكلفوا أرقام ومشروعات طبعا كبيرة على الأرض شغالين عليها مش بنتكلم هنعمل خطة ولأنه فيه كمان أعتقد تنظيم يعني كل ما بتفرق كده على الشاشة وشوف أهلينا يعني شايف شايف البيوت وفيه بيوت بتتفرش انتوا بتسلموا وحدات عموما كمان مفروضة بفرشها بفرشها علشان يبقى عارف كمان أو هجيب حاجات كبيرة فحيبوز ويحس ان المكان مش مكفيه فدي برضو فكرة انه يعني بتقدموا نفس الأفكار وليس هتعيش عليها بعد كده بالفرش ده مش عشان بالعكس احنا شواءنا ثلاث قوض وصالة والدنيا كبيرة وحلوة اه حلوة بس بنديره الفرش جديد عشان بنقوله انت في حياة جديدة انت النهاردة يعني بصي لو لقيت لو رحت لأماكن القديمة وصورت الناس هناك هتلاقي الوشوش منحوط فيها الهم في المنطقة اللي دي ما زمان طبعا لوح المنطقة جديد الوقت هتلاقي نفس الوش ده اريحية في وشه منطقة يعني انا لو ناس بتتماشى بس بيعودوا في الاسكان البديل كده الناس بس بتتماشى بتقعد في المنطقة الخضرة دي او في الشوارع او الولاد بيلعبوا عجلة او الناس بتقضي حاجاتها دي نقلة دي انا عايز اقولك انا كن كن لسه في جولة من مكفر الشيخ ففي منطقة هناك عملناها بلاط وارسفة وانترلوكو حاجات فواحد بيقولي انا لها شكوى عليكم فأقوله ايه الشكوى ايه اللي مش عاجبك قال لي انتوا اضطرتون ان نشتري بتناج لأولادنا عشان يلعبوا في الشوارع او يعني من كدر ما الشوارع جميلة او احنا عايزين نروح نتمشى في الشوارع دي لانه الحمد لله احياءنا احنا بقى اللي عايشين فيها ما بقاش فيها التمشيه الحلوة دي لما حصلت الامطار في السيول من سنتين في مصر وحاجة كده في اماكن اتنكبت احنا جميع مشروعاتنا والحمد لله جميع مشروعاتنا ما حصلش مشكلة ولا مشكلة واحدة فيهم ايوة لان انت عامل دراسة وعامل شكل انا كمان عايز اعرف التعامل هنا بقى يبقى بقى مع مهندسين ومعماريين وفنون جميلة لانه فيه الوان وفيه اشكال وفيه دراسة كمان لكل منطقة عاملة ازاي وده برضو يخلق بقى شكل جميل احنا اول ما بدأنا نشتغل لقيت ايه بعض السشرين جايين جايبين نمازج ويعرضوا علينا نظام البلوك الغريب شكله يعني اللي هو حاجة كده صلبة حاجة يعني يعني مش كويسة تمام فمن المالما جماعة يعني تعال جبناهم جبنا لجماعة الاستشارين كلهم يا جماعة هو نفس الطوب نفس الزلط نفس الرمل نفس الحديد نفس كل حاجة طلعلي شكل جميل منه ليه مستخسر الناس دي تسكن في الشكل جميل انا مش هتكلف حاجة زيادة هنختارت شوية ألوان وشوية توضيبات بسيطة واستشاري يكون مخ نضيف غير اللي هو بيقولك خلاص هنعملوهم احسن حاجة لا فيه احسن من كده نعملوهم احسن حاجة نعملوهم احسن حاجة لما نيجي انفجرك مثلا نمشي في القاهرة الجديدة ولا في الشيخ زياد او 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 ما هو نفس الحديد والزلط والطوب الرمل يا جدعان في ايه تمام حضرتك شغال في ايه اليومين دول شغالين في اليومين دول ولسه عندنا ازباية اقوله وتاني ان شاء الله يعني بحيث ان احنا هنعمل 500 ألف وحدة دول زي ما قلنا كده نسبة تنفيذنا تجاوزة 56% تكلفة 120 مليار جنيه للعجلة فقط ودي الحمد لله يعني في 13 من حفظة يعني عندنا سويس سويس فيوم نوفية كفر الشيخ دومياط فيوم شرقية ويريت منذ وقتكو في احيائنا بقى اصنحنا هنغير احيائنا بقى العادية هنغير من الحاجات الحاجة هنشغلين في القاهرة التاريخية على فكرة ايوه بنمت فيها شغل ان شاء الله ان شاء الله مفخرة لنا على مستوى العالمي وبنشوف يعني يكفي احنا على بعد ما سبيرو شايفين ميدان التحرير والقاهرة الخدوية عاملة زي مهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية حضرية بشكرك شكرا جزيلا وحنفضل نتابع معاكم طول الوقت فكرة ان انا حبقى عايش في مكان وانا حاسس ان انا خلاص انا ما بقيتش عشوائي انا ما بقيتش مش عارف بكرة في ايه لا انا عارف بكرة في ايه وزي ما قال مهندس خالد انه في ناس من ولدنا اللي بقى طبيب والدكتور واللي واللي هيبقى رياضي واللي هيشيل اسم مصر واللي واللي هيكمل واجيال واجيال هتتغير وحتبقى مصر على الخريطة ليها شكل تاني مختلف هنيجي مثلا بعد عشر سنين هتشوفوا ان بقى فيه فكرة تاني وناس تانية اكيد لانه لما انت من النهاردة بتخطط يبقى انت بعد فترة بتقول ان انا بتغير وحقيقة غير تتغير الفترة او الفقرة التالية في التاسعة شوية بقى كده يعني يوم الخميس كده تتفرجوا على حاجة تتحكوا شوية شاب كوميدي ممثل وفنان عمر عبدالعزيز وعمر الحقيقة ع سوشيال ميديا الناس طول الوقت بتتبعوا طول الوقت بتطلب منه لانه ناجح جدا في تقليد فنانين وكمان هنشوفه عمر بيعمل ايه نضحك شوية وشوية كده تبقى فقرة دماء خفيف نختم بيها اليوم معاكم لكن قبل ما اختم وقبل ما اروح لعمر زي ما قلتلكم البلد دي من ثمان سنين كانت في حال وبقينا في حال والحال عمره ما هيتغير إلا لو كلنا ما دينا دينا أرجوكم خليكم معانا في الفقرة التالية بإذن الله بشكرك يا فانديم شكرا جزيلا شكرا جزيلا